أعلنت وزارة التربية والتعليم أن يوم غد الأحد هو أول أيام بدء الدراسة من الفصل الدراسي الثاني للمدارس الحكومية وأشارت الوزارة إلى أن جميع المدارس ستستقبل الطلاب والطالبات بشكل اعتيادي وفق ما كان معمولا به في الفصل الدراسي الأول ووفق خيارات أولياء الأمور التي حددوها سابقا لدوام أبنائهم وبناتهم عبر الحضور الفعلية وعبر المنصات الإلكترونية مع مراعاة ألا تزيد نسبة دوام الطلبة في جميع المدارس عن 50% من إجمالية الطاقة الاستيعابية لكل مدرسة التزاما بنظام الإشارة الضوئية المعتمد في مستوى اللون الأصفر وعليه فإن على إدارات جميع المدارس الحكومية اتخاذ ما يلزم للتواصل مع أولياء الأمور والاستقبال جميع الطلبة مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والعمل على ضمان انتظام اليوم الدراسي والحصص الدراسية عبر الحضور الفعلية أو عبر المنصات الإلكترونية بكل إنسيابية كما أكدت الوزارة ضرورة تطبيق نظام العمل من المنزل في جميع المدارس الحكومية بنسبة لا تتجاوز 30% من إجمالي عدد الموظفين في كل مدرسة على حدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر